أهلا أعزائي المشاهدين مرة تاني حديثنا عن المسيح المحرر الأعظم خلينا أقرأ كمان بعض الآيات من رسالة بولوس الرسول لأهل غلاطية لكنيسة غلاطية من الإصحاح الرابع مبتدئا من الآية أربعة مكتوب ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح هذه الآيات بتتكلم عن مخطط الله للجنس البشري أنه الله حصر كل التاريخ وكل الزمن في أيام المسيح يعني ولد في أيام القوة الإمبراطورية الرومانية واللغة اليونانية والخلفية اليهودية في ملء الزمان لما اكتملت النبوات واكتمل كل شيء واستوى ونضج كل شيء في الوقت المعين في الوقت المحدد أرسل الله ابنه أي يسوع المسيح كلمة الله مولودا الكيفية جاء المسيح مولودا من امرأة يعني ولادة عذراوية مولودا تحت النموس جاء فعلا اختتن في اليوم الثامن وكان بمارس كل العدات النموس حتى يكمل يكون بالكامل طبق كل الشريعة اللي ولا أي إنسان طبقها لكن بيتكلم عن الغرض الأساسي والرئيسي للحرية ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني موسيقى 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 شكرا